المشروع المرسوم الثاني بعد هذا المرسوم اللي عنده بعد الشيماعي أيضا مرسوم الثاني يهو جوج 1773 يغير ويتمم المرسوم جوج 1822 الذي صدره في 17 يناير 2019 بسطبيق القانون 9815 المتعلق بنظام تأمين الإجباري يهدف هذا المرسوم نظام تأمين الإجباري الأساسي على المرض وأيضا تطبيق القانون 9915 المتعلق بإحداث نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المقصود هو المادة 11 من المرسوم السابق التي تم اعتماد مرسوم اليوم يدقق لائحة المهن الذي سنخرطه في تنزيل تغطية صحية ونظام المعاشات المهن الحرة أشخاص مستقلين سائق الطاكسيات في النقل في القضاء في كل مهن على أساس أنه تم تحديد اليوم 14 مهنة تضم 60 مهنة فرعية وهي لائحة أولية وستيم انطلاق في حملة تواصلية تهم هذه الفئات لأن وبعد ذلك سيقع توقع الاتفاقيات المتعلقة بكل مهنة مهنة على أساس أن هناك قائمة ثانية ستشمل مهن أخرى والمهن التي تمت المصادقة عليها في القائمة الملحقات تشمل أطباء الأسنى البيولوجيون صيادلة مهنية التمريض القوابل مهنية الترويض التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي محضر ومناول المنتجات الصحية المختصون في علم النفس دون الأطباء متخصصين في الطب النفسي المهن القانوني والقضائي الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات الأشخاص الذاتيون المزاولون المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة لأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل وفي كل مهنة كان مهن فرعية بحيث 14 مهنة كانت نبطق عليها 16 مهنة فرعية وهي لائحة كما قلت أولى